هشام مروى أولا ما هي رسالة التي أرادت موسكو أن تقولها باستخدام قواعد في إيران مساء الخير لك وضيفك الكريم والجمهور العظيم الواقع يعني يجب أن نفهم هذه الرسالة أيضا على ضوء زيارة بوكدانوف إلى الدوحة هناك رسالة واضحة للدفع المعارضة بشكل أو بآخر إلى أنه ليس أمامكم أي حل سياسي بمقتضى جنيف هناك وحدة وطنية هناك جدول أو خطة عمل تحدث عنها بشار الأسد في سنة 2013 يجري العمل على تنفيذها يسوقها بوكدانوف اليوم في لقاءة الدوحة وأيضا استمرار الحل العسكري حتى من خارج لو استطعتم أيها الثوار أن تحققوا تقدمها على الأرض فستأتيكم الصواريخ من عابرة الحدود من أجل أن توقف تقدمكم وأن تني ثورتكم إصرار كامل على الحل العسكري لذلك واقع الأمر كل ما نسمع الحقيقة يؤكد كل ما نرى من السياسة الروسية يؤكد أن ما يقوله الروس حقيقة ليس دعم إصداقية وأن الواقع أنهم مسرون على الحل العسكري بوكدانوف اليوم كشف المستور عندما قال الحديث هو عن وحدة وطنية الحل السياسي الذي يتحدث عنه قرار 2054 وقرار وبيان جينيف و2018 أصبح جزء من الماضي الظاهر في سياسة بوتين إذا كانت هذه التصورات يظن الروس أنها يمكن أن تمر على الثوار أو أن تقبل من قبل الأتراك أو الدول الإقليمية فهم واهمون لا يمكن أن الحكومة الوحدة الوطنية التي يطرحها الروس أن تكون حلا ينهي النزاع في سوريا الحل في سوريا لا يمكن إنهاءه إلا بانتقال سياسي حسب جينيف تماما كما جاء في تصريحات السيد جيلدريم اليوم بكل موضوع وكل شفافية لا يمكن للأسد أن يبقى في المرحلة الانتقالية الانتقال السياسي يعني وجود قيادة جديدة للبلد تقود للد وفق ما جاء في بيان جينيف تصريحاتهم أو تسريباتهم اللي بتحدثوا فيها عن أنه في تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات مشتركة أمريكية روسية في سوريا يعني الطرفين مع بعضهما البعض أيضا ما المقصود منها لأن الولايات المتحدة الأمريكية تنفيها لماذا يصطادون بمياه الولايات المتحدة الأمريكية الآن ويحاولون وضع أمريكا في موقف تخرج بتصريحات تنفي يعني الروس يلدون أن يقولوا في إعلامهم وفي هذه التصريحات أنهم وصلوا إلى تفاهمات دولية وأيها الثوار إن من يدعون الوقوف إلى جانبكم قد باعوكم وقد تخلوا عن قضيتكم هذه المسألة ينبغي أن تكون واضحة للروس ولغيرهم عندما انطلقت الثورة في سوريا لم تنطلق بالتشاور مع أحد أو باستئذان أحد ولذلك ستتابع مسيرتها لتحقيق أهدافها بإذن الله دون مهما واجهتها الصعابة سواء تخلى عنها الناس أو وقفوا إلى جانبها لكن أنا أقول أيضا هي شيء من السياسة الإعلامية الروسية أيضا التي تسمم الأجواء تريد أن تقول أننا متفقون مع الأمريكي أننا متفقون مع الأتراك الواقع لا يمكن للأتراك ولا يمكن للأمريكا ولا يمكن المجتمع الدولي أن يقبل بتجاوز إقرار جنيف بيان جنيف كل حديث الآن عن حكومة وحدة الوطنية تتناقض مع بيان جنيف الروس هذا ما عندهم نسمعه وسمعه قيادة المعارضة من 2014 من القيادة الروسية طيب دعني أسأل سيد زاهد قول حول أيضا هذه التسريبات الروسية أو التصريحات الروسية التي هي واضحة وتتحدث عن اتفاق كنا بدأنا الحديث فيها في الجزء الأول عن اتفاق تركي روسي هم يعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منطقة آمنة في شمال سوريا وكان مطلب تركي داعم هم يعلمون أن الأكراد تتعاون معهم أمريكا قوات سوريا الديمقراطية وقوات حزب الشعب تتعامل وتتعاطى معهم أمريكا بشكل تدريب وتسليح وكل هذا وهم مرفضون من قبل تركيا فروسيا تقول لتركيا أنه أنا مثلكم يعني لا أريد التعامل مع هذا الطرف هل أيضا هم يحاولون استقطاب تركيا لموقفهم من حكومة واحدة موسعة بقيادة بشار الأسد لذلك يروجون مثل هذه التصريحات وهذه الاتفاقات والحديث عن هذه الاتفاقات نعم بطبيعة الحال وهم يقولون أيضا لتركيا في نفس الإطار أننا ضد المكون يعني أو ضد دكيانية كردية في سوريا ونحن مع وحدة الأراضي السورية ونحن لن نقبل بوجود قوات خارج إطار أو تحت مظلة النظام وهي نقطة أشار إليها الرئيس بوتين أكثر من مرة في أكثر من حديث والخطوات التي أخذها وهي خطوات شكلية بطبيعة الحال إغلاق مكاتب وما إلى ذلك تؤشر على هذا الموضوع لكن في النهاية في المحصلة يعني تركيا تدرك يقينا إذا كان المسألة الكردية هو أكبر قلق لتركيا خلينا نقول مرحليا أو في المستقبل البعيد بالنسبة للأزمة السورية فإن تركيا متأكدة أيضا أن النظام السوري بهيكليته القائمة بواقعه الراهن ولا روسيا تستطيع أن تقدم لتركيا الضمانات في هذه الجزئية ولا تستطيع أن تقدم لها دعنا أن نقول الأمان في هذا الموضوع وفي هذه الخصوصية تحديدا يعني تركيا لا تعتقد أن روسيا لديها الإمكان ولديها القوة ولا النظام السوري في أنهم يستطيعون حسم هذه المعركة لأن حسم هذه المعركة هي تعني بشكل مباشر مواجهة على الأقل في هذه المرحلة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب الذي يقف بجانب ما يسمى بقوات سوريا الدمقراطية وبالتالي الثورة والثورة السورية لا شك أنه هو أفضل خيار تبقى سياسيا على الأقل لدى تركيا كخيار بديل استراتيجي تستطيع تحصين تركيا من المقاطر التي يلحق بها هذا يقول أنه ليس صحيح كل ما قالته روسيا عن اتفاقات وتفاهمات مع تركيا في هذا السياق حتى وصلنا إلى الحديث عن معبر باب الهوى يعني أنا في قناعتي هذا الكلام كله تسويق حقيقة للإعلام فقط لا غير يعني لا توجد هناك أي تفاهمات وإذا كنا نتحدث عن التفاهمات فالتفاهمات موجودة فيما يتعلق بهذه الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية التي أشارت في أكثر من تصريح سياسي في هذا السياق وأشار إليه الأتراك خلال الفترات الماضية يعني موضوع ضبط الحدود وعدم دخول دعنا نقول للمنظمات الإرهابية هو أمر يشرف عليه إلى حد كبير الأتراك والأمريكيان معا والتقارير الأمريكية مؤخرا تؤشر وتشير إلى هذا الأمر بوضوح مما يؤكد أن تركيا لم تعد كما كانت على الأقل بحسب رؤيتهم ممرا للجماعات المتطرفة الإرهابية وإذ أن هناك نوع من أنواع الرقابة دعنا نقول الدولية في هذا السياق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تتعاون معها تركيا بشكل فاعل الأمر الآخر وهي نقطة جوهرية في هذا الخصوص أيضا بالنسبة للمعارضة السورية الموقف التركي واضح سواء في معركة فك الحصار وما بعد معركة فك الحصار بمعنى أن تركيا كما قلت قبيل قليل لا تملك خيارات كثيرة إلا أن تعول على المعارضة السورية حتى في معركتها مع الكرد في المرحلة الراهنة والمرحلة حتى المقبلة لأن للروس ولا النظام السوري يمكن أن يكونوا ضامنين لأي شيء مع الأكراد سيد هشام مروى الضربات الروسية التي خرجت من قواعد في إيران الولايات المتحدة الأمريكية قالت أنها تأسف ولكنها غير متفاجئة مع أن هذا يتعارض مع القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن 2231 متعلق بالاتفاقية النووية التي وقعت كيف يمكن أن تفسر لي هذا الموقف الأمريكي من هذه التصرفات الروسية والتصريحات الروسية المتتالية حول الشأن السوري الواقع يعني استخدم العربة الروسية في الأرض السورية الحقيقة مسكوت عنها ليس فقط أمريكيا للأسف مسكوت عنها من المجتمع الدولي لم يجتمع على سبيل المثال المجلس الأمن لاتخذ قرار أو بيان رئاسي أو حتى التصريحات الأمريكية الآن تأتي لكي تبرئ ذمة أمريكا تقول أنا غير راضي عن هذا الأمر وأنا لا أقبل بهذا الأمر ولكن ما هو الموقف يعني نستطيع نحن في قوة الثورة والمعاضعة أن نقول نحن نرفض هذه المسألة لكن دولة مثل أمريكا تقود المجتمع الدولي ولها دور مهم جدا في السياسة الدولية وأيضا باقي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أعضاء مجلس الأمن الجمعيات الحقوقية أن تبقى صامتة عن هذه العربة الروسية الحقيقة في الأرض السورية هذا أمر فعلا يبقى محال سؤال عريض هناك تقصير واضح من المجتمع الدولي والمتحدة بحق الروس وإجرامهم في سوريا ليس فقط الروس الروس الأسد وحلفائه يعني ماذا يعني أن تخصف المدنيون أن تخصف مواقع المعارضة من دول هذا تقصير أو مرغوب به أن يحصل يعني في شيء ما تحت الطاولة يطبخ دوليا في الشأن السوري الروسي بيعرفوا الأمريكان بيعرفوا لكن متحفظين على تصريحاتهم بشأنه يعني أنا الحقيقة لا أستطيع أن أذهب بعيدا هم متفقون على أشياء واضحة تماما في تصريحاتهم ولكن هم مختلفون على أشياء كثيرة أيضا مختلفون على موضوع مصير الأسد مختلفون على عندما يأتي لأون بيكدانوف ليقول أن الوحدة الوطنية هي الحل يعني هذا أمر ينسف كل جهود المجموعة تفييننا من شهر نوفمبر من شهر أكتوبر هم بيتصوروا أنه بحربهم هذه بمقذوفاتهم وصواريخهم ممكن أن يجبروا كل الأطراف على حكومة وحدة وطنية وحكومة موسعة يعني ممكن العالم كله يخاف من روسيا ويسير بهذا الاتجاه هو فعلا الروس يدهجونهم باتجاه الحل العسكري الإيران والأسد والروس من وراءهم الميليشيات الطائفية المرتبطة ما أممهم للحل العسكري ويتجهون باتجاه الحسم العسكري ويدمرون آلية الهجوم على حلب آلية الاستخدام الضرامية في المناطق المدنية محاولة تحويل منطقة الوعر لمنطقة عسكرية محاولة قتل وإبادة الناس في دارية من خلال تجميعهم في أماكن معينة وما نسمعه في سراقب في إدلب هناك تدمير حقيقي أتحدث عن سراقب لم يبقى في سراقب الآن بيت صالح للسكنة وهذه بيوت مدنية إذن هذا العملية استخدام تكرار نموزج كروزلي كما يقول محللون العسكريون هو ما تعمل عليه الروس ما يعمل عليه الروس ويعمل عليه إنظام وحلفاء نعم هم يتجهون باتجاه لا يمكن إلا الانتصار يتجهون ويحلمون وهم رأي ست سنوات من الثورة ينبغي أن تفهمهم أنه نموزج كروزلي لن يتكرر في سوريا قد يحدث شيء آخر في سوريا نموذج قد يؤذيهم جميعا وهذا الحقيقة نريد أن تنتهي الأزمة بأقل الخسائر لكل الناس هذه النقطة الرئيسية التي أركز عليها يريدون أن يقنعوا الناس بالقبول بالحل السياسي الذي يطرحه النظام كما قلتنا تحت الضغط العسكري وهو وحدة وطنية تماما تحت الضغط العسكري سيد زاهد قول ما حصل في حلب مؤخرا من تقدم للمعارضة في مناطق مهمة وستراتيجية جعل الولايات المتحدة الأمريكية تخرج مرة أخرى لتقول اللاحل عسكري في سوريا يعني المسألة أصبحت محسومة يعني كلما تقدمت روسيا أو الميليشيات الإيرانية باتجاه ما يحصل مفاجأة تتعلق بالمعارضة السورية المدعومة من الغرب ومدعومة من تركيا بشكل أو بآخر تقلب هذه المعادلة هل أيضا تركيا تريد أن تقول دائما أن لا حل عسكري في سوريا وأنه صحيح أن كلنا متفقين على شيء واحد عنوان عريض وهو محاربة تنظيمات الإرهابية وأبرزها تنظيم داعش في سوريا لكن المجتمع الدولي أيضا متفق على أنه لا حل أو لا حسم عسكري في سوريا أيضا يعني في النهاية هناك توازنات مهمة في سوريا حتى هذه اللحظة التوازنات أنا في قناعتي باقية ولن تتغير هذه التوازنات بشكل عام في إطار التوازنات الدولية لكن كما قلت في بداية الحديث أن الخلاف الأمريكي الروسي في قناعتي على العديد من الخطوات التي تم التوافق عليها في السابق هو الذي أدى إلى معركة كسر الحصار عن حلب وبالتالي اليوم نحن نتحدث عن معادلة جديدة وربما معركة حلب على الأبواب في الوقت الراهن وإذا استطاعت المعارضة السورية حسما معركة فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل بالأسد في المرحلة الانتقالية ستكون لديها أوراق لا تقبل التفاوض بطبيعة الحال وبالتالي أصبح لديها نفوذ حقيقي على الأرض السورية وفي الميدان وبالتالي أظن أن تسريع الحل السياسي إن كان هناك من حل سياسي سيكون أيضا مرهوم بتوافقات الدول وبكل أسف يعني في النهاية نحن نتحدث عن ما حقيقة التصريحات الروسية بأنه صار في اتفاق روسي تركيا على مراقبة أممية على الحدود بين سوريا وتركيا لا أعتقد أن هناك حسب التصريحات التركية وحتى بعض التصريحات الروسية التي تحدثت عن عدم اتفاق هناك تبادل في وجهات النظر هناك تنسيق عسكري أو إعادة التنسيق العسكري الذي كان موجود في السابق لألا تتكرر حادثة إسقاط الطائرة مرة أخرى يعني الحديث كان هو يتحدث أكثر في العلاقة البينية التركية الروسية ويتحدث عن الواقع التركي أو الوجود العسكري التركي والأمن التركي في منطقة حوض البحر الأسود وما غير ذلك من التفاصيل التي تهم العلاقة الروسية لتركيا لألا تتعكر مرة أخرى ربما بحادثة كما حدثت في حادثة سقوط الطائرة حتى لو اشتركت تركيا في بعض العمليات العسكرية في سوريا لألا تتكرر مثل هذه السيناريوهات هناك بعض المشاورات التي تم التوافق عليها هذه التصريحات جاءت على لسان تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجيل أفروف تم فيه الإعلان عن هذه التفاهمات التي ذكرناها قبل قليل لم نسمعنا في مطلق من وزير الخارجية التركي أنه لم نتفق مع روسيا هل لأنه الظرف لا يسمح الآن يعني يدوب صار في تقارب بين البلدين أم ماذا لأن حضرتك تقول أنه لا تعتقد أنه حصل هذا النوع من التفاهمات أبدا أعتقد أن الخارجية التركية ستتحدث بوضوح ربما اليوم ربما غدا عن هذه الجزئية وأنه لم يتم التوافق على هذا الأمر وكما قلت قبيل قليل هناك التوافق واتفاق تركي أمريكي على هذا الأمر أصلا في السابق يعني هناك نوع من أنواع المراقبة على الحدود التركية السورية عبر قاعدة إنجيل أنا أحكي عن كل هذا عن باب الهوى وعن المراقبة الأممية على الحدود وعن هذا الكلام طلبه الروس هذا الكلام مطلب روسي كان في السابق وهو مطلب روسي تم الحديث عنه حتى قبل اللقاء الرئيس التركي ببوتين لكن لم يتم التوافق عليه ولا يمكن لتركيا الدولة الأطلسية حتى هذه اللحظة أن تقبل بمثل هذا الكلام ونحن نتحدث في النهاية عن حدود لتركيا وهي حدود تعتبر لحلف شمال الأطلسي صحيح سيد هشام مروى متى بتصورك ستدرك موسكو بأن كل ما تقوم به مع إيران والميليشيات الإيرانية لا طائلة من ورائه إلا إطالة أمد الصراع داخل سوريا يعني أسمحي لي أن أقول لعل روسيا تعتقد تعلم تماما أن إطالة الصراع في سوريا هو من أجل تحقيق مصالح سياسية أو أوراق ضغط هنا من أجل الاستفادة منها في أماكن آخر فهذه الصورة واضحة تماما لأي محلل سياسي لأي استراتيجي سياسي يستطيع أن يقرأ أن ما يجري في سوريا لن ينتهي بالشكل الذي يرضى به الروس أو الإيرانيون أو حتى الأسد بالتأكيد ما يجري من صيرورة العملية السياسية أنصح التعبير فيما يجري في سوريا يجب أن تنتهي بانتقال سياسي بكل تأكيد لا يمكن أن تبقى الحال على ما هي عليه الروس لا يمكن بالتأكيد يدركون هذه المسألة وهم فيما يقولون وفيما يتصرفون يعني تستخدم بالنسبة لهم سوريا كورقة من أوراق المقابلة السياسية أو الضغط السياسي أو المقايضة السياسية هنا وهناك هذا من طرف جاوب على سؤال متى يفهم الروس الروس فاهمون تماما ولكنهم يلعبون الورقة السورية من أجل تحقيق مصالح استراتيجية وتتمثل أمن القومي الروسي بالشكل أو بآخر طيب استرارهم على اللقاء مع أطياف من المعارضة السورية لقاءاتهم التي حصلت في الدوحة ما أعطرهم الدائم والمستمر لنفس المنطق الذي طرحوا قبل سنتين من الآن بتصورك لماذا لماذا لا يتحركون سنتيمتر واحد إلى الأمام لأنه واضح المسألة بالنسبة لهم الروس يعلمون تماما أن الانتقال السياسي مرفوض من قبل الأسد ومن قبل الإيرانيين وهم أيضا يعملون إذا حصل الانتقال السياسي وانفرجت الأمور لن يكون للأسد ولن يكون للإيرانيين ما كان في سوريا هذا أمر بمنتهى الوضوح بعد كل هذه جرائم كل ما ارتكب جرائم بحق السوريين لن يكون مقبولا بقاؤه في المشهد السياسي السوري مستقبلا لا بد من عمليات طويلة ومعقدة من أجل ترميم ما تم من مشكلات حقيقية على المستوى الإقليمي مع الدول التي ارتكبت جرائم في سوريا هذه بسألة بواضحة ومؤثرة جدا في الموقف الروسي الذي يبغي أيضا التركيز عليه هم يرون أنهم من الممكن بشكل أو بآخر ولو بشكل دراماتيكي أحيانا قد يكون إحدى الاحتمالات في أذهانهم أن الضغط العسكري أن يمكن أن يكسر قناة المعارضة وبالتالي أن يمكن أن يضعفها نعم سيد نسان أشام مروع وضو الاعتلاف الوطني السوري ضيفي من الرياض أشكرك جزيلا شكر انتهى وقت بانوراما شكرا جزيلا لك على المشاركة